يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بسميا حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خبر بحث عنه الكثير من الناس منذ سنوات طويلة لماذا لا يتم تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر وحصل وأصبح حسام حسن مديرا فنيا ومعه طبعا بطبيعة الحال توأمه إبراهيم حسن كمدير للمنتخب نهار ده الخبر أعلن وبدأت يحصل حالة زخم كبير حسام حسن مدير فني حسام حسن يصلح ولا لا يصلح لمنتخب مصر حسام حسن هينجح ولا مش هينجح مع منتخب مصر حسام حسن روح وحماس وأداء فني وكلام كتير وحسام حسن ومعه إبراهيم حسن دائما وأبدا التوأم أشهر توأم في تاريخ كرة القدم المصرية كان دائما حتى وهم لاعبين شباب كبار مدربين حواليهم زخم إعلامي كبير بطبيعة الحال اتنين من أساطير كرة القدم المصرية أعظم مهاجم في تاريخ كرة القدم المصرية أفضل ظهير في تاريخ كرة القدم المصرية لاعبين واحد من أفضل المدربين المصرين بلا جدال حسام حسن أكيد أكيد مر بنجاحات كبيرة هتقولي نجاحات بطولات يعني لا نجاحات وإنجازات وتأثير مع الفرق اللي اشتغل فيها أحكيه لك كل المواقف سام هلك ومصري ومنتخب أردن قبل كده في البدايات وإسماعيلي والتحاد وكل الفرق اللي عد عليها حسام حسن كان لازم يبقى عنده بصمة تقدر تقول ببساطة الفرقة دي بيدربها حسام حسن هتقول لي قطم فين البطولات والإنجازات هقولك ما هو برضو حسام وإبراهيم مثلا يعني مشتغلوش في الأهلي مشتغلوش في الزمالك فأفضل أحواله كمدربين فأفضل أحواله ليه؟ إنه مثلا لما استلموا الزمالك هو في المركز الثلاثة والاربعتاشر في الدولة وخلوه في المركز الثاني ده يعتبر إنجاز وإعجاز مثلا يعني بس هي مش مطولة نخدش المطولة يعني بس في النهاية بصراحة يعني بما إننا تكلمنا عن مدرب مصري لتدريب منتخم مصر فإحقاقا للحق كان لابد أن يتم اختيار حسام حسن هتقول لي ده معناه إنه الباقي وحش هقولك لا أنا ممكن أقولك دلوقتي أسماء شايف أنا في الدولة تقدر في المستقبل تمسك منتخم مصر أديك أسماء يعني طرق مصطفى آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ العظيم جدا مع منتخم مصر كلاعب وخبراته اللي اكتسبها في التدريب طوال السنوات الماضية وخبراته الأفريقية كلاعب وكمدرب تخلينا نقول انه عنده فرص نجاح ان شاء الله تكون فرص نجاح كبيرة مش هقدر اقولك دلوقتي هبقى كذاب يعني يعني لو حبيت ان انا طمنك وقولك حسام حسن هينجح مع منتخم مصر ابقى كذاب عشان لو هو نفسه طلع قالك انا هنجح مع منتخم مصر هيبقى مش واصق من قدراته بشكل كويس ويقول كلامه بس فيش مدرب بيعرف بكرة فيه ايه بس المدرب الجيد هو اللي بيشتغل وبيتعب وبيكتهد لحد ما بيوصل للنجاح فيش حاجة مضمونة كله في علم الغيب بس نتعب ونشتغل